سلام اليوم الفيديو عن قصة وحدي من أفضل وأجمل الألعاب وقصده هون عن The Last of Us رح اشرحا كل أجزاء السلسلة ومن وين كانت البداية اللي أدت إلى انتشار المرض الغريب بالعالم يلي خل البشر يتحولوا إلى كائنات شبيهة بالزومبي طبعا قبل لا نبدأ لا تنسوا الاشتراك واللايك ويلا أولا قبل ما ندخل بأحداث اللعبة لازم اشرح لكم عن الفيروس أو المرض يلي انتشار وسبب بإصابة العالم فيه فجأة ومشان أيضا نفهم بشو صار قبل بداية الكارثة وحداث اللعبة كمان والقصة كلها بتبدأ من حوالي سنة 1960 من لما كانت الكرة الأرضية درجة حرارتها عم ترتفع بسبب التلوث البيئة وهذا الشيء كانوا عم يحذروا من حدوثه العلماء بأنه ارتفاع درجة حرارة الأرض رح يؤدي إلى مخاطر كبيرة رح تضر بحياة البشر والطبيعة وأيضا إلى اختلال بالتوازن البيئة وبهالفترة الزمنية عملت أحد القنوات مقابلة مع عالمين حتى يسألوهم أنه إلى أي تحاد ممكن يأثر تغيير المناخ على البشر وبجاوب أحد العلماء أنه هالشيء رح يسبب ظهور أمراض خطيرة جدا نحن ما متوقعينها وخاصة من الفطريات بحيث أنه فيها الأنواع منها قادرة أنه تدخل إلى إيساد الحشرات وتعيش وتكبر داخلها بدون ما تقدر هي تقاومه وبعد فترة بتصير الحشرة مجرد جسد وبصير الفطر هوية اللي بتحكم فيها بشكل كامل طبعا الفطر كان بها ذاك الوقت بس بعيش داخل الحشرات لأن إيسادها باردي والفطر بطبيعة هو ما بتحمل درجة الحرارة المرتفعة لكن العالم قال أنه بسبب التغيير المناخي يلي عم يحدثه الآن ممكن أنه بالمستقبل يقدر الفطر يتطور ويصير يتحمل درجة حرارة أكبر وهيك بيقدر أنه يعيش داخل جسد الإنسان واخترح يصير بالبشر مثل ما صار مع الحشرات أنه يدخل على جسدهم الفطر ويسيطر عليه بالكامل وهون بتنتهي المقابلة طبعا كل هذا النقاش كان في الحقوبة الزمنية 1960 وبعد حوالي خمسين سنة من هذا الحوار وبعام 2010 كانت بالفعل وحدة من سلاسل الفطر يلي تدعى به كور ديسبس بدأت بالتغير مع المناخ وصارت بدل ما تتأقلم فقط مع الحشرات أصبحت الآن قادرة على الاندماج مع النباتات أيضا خاصة الزراعية منها وكانت هاي الأمور عم تصير في منطقة أمريكا الجنوبية وبسبب اندماج الفطر مع النباتات الزراعية لما كانت الشركة بتصنع الغذاء من هاي النباتات المصابة بالفطر طبعا بدون ما يعفوا انه فيه داخلها فطر فكانوا بيبيعوها للعالم وعندها وصل الفطر إلى الطعام يلي بيستهلكوه البشر فصار داخل أجسادهم بدون ما يشعروا وصار يأثر عليهم ويخليهم يتحولوا شوي شوي ومن بين الدول يلي كانت تستورد الطعام المصاب بالفطر هي البلايات المتحدة الأمريكية بيلي وقتها بدأ المرض يوصل للأراضي الأمريكية من خلال الطعام يلي بتستورده من أمريكا الجنوبية فعندها قررت منظمة الغذاء الأمريكية إيقاف الاستيراد حتى يلاقوا حل لهذه المشكلة ولهذا المرض الجديد يلي بيليش يصيب العالم بسبب الطعام وبعد عدة أشهر من بداية انتشار المرض وصيب عدد كبير من البشر بما يقارب 60% إما ماتوا أو انصابوا بالفطر طيب هلأ خلينا أول شيء اشرح لكم شو بيعمل هذا الفطر بس يدخل إلى جسم الإنسان شو تأثيره عليه أولا بس يدخل الفطر إلى جسم الإنسان يحيبدأ بالنمو في داخله بالتغذي عليه طبعا الإنسان بيكون وقتها ما زال على قيد الحياة لكن بيكون قدامه فقط فترة قصيرة جدا لأن بعد ما يصاب فيه بيكون أمامه أربعة مراحل من العدبة رح يمر فيها لأولى تبدأ بعد يومين من إصابة الشخص بالفطر بحيث عندها بصير هوي متحول وبيفقد بظائفه الدماغية وما تقدر يفكر ولا يعرف شو عم يصير حواليه وبتحول للشيء يلي منسميه الزومبي العادة ويكون طبعا شديد لعدوانية وبعد أسبوعين من الإصابة يدخل جسد الإنسان المصاب المرحلة الثانية من العدبة وبصير الفطر بغير من نظره وبيضعفه وهو متحول طبعا وبسبب له تلف في القشرة البصرية وبعد سنة كاملة من الإصابة بتبدأ المرحلة الثالثة بحيث بتظهر ندوب على وجه الشخص وبتجعل منه أمامه وهالشيء بيخليه يعتمد على حاسة السماء عنده ليهجم على ضحيته هذا النوع تم تسميته بزومبي الكليكار وإذا نجا جسد الإنسان المتحول لمدة أكثر من 10 سنين وهي بتكون حالات نادرة طبعا فعندها رح يوصل إلى المرحلة الرابعة حيث الفطر رح يبني صفائح فطرية صلبي على جسد الضحية لتخليه أقوم ومقاوم للعوامل الخارجية أكتر طبعا ومرض الفطريات هذا بنتشر في الغالب عن طريق الدم أو الطعام المصاب بالفطريات فلما الزومبي يقوم بعض شخص سليم فرح يصاب أيضا لكن طبعا الفطريات ما رح تقدر تصيب الأيساد الميتي ترجع تستخدمها المهم وبعد فترة ما من الزمن وصل الفيروس بشكل أوسع لأمريكا خاصة مدينة لوس أنجلوس بالإضافة لعدة مدن ثانية وعندها قامت الحكومة بالتحول إلى دابلي بوليسية بحكمها الجيش بدل القانون لمحاولة السيطرة على الوضع وقامت بإنشاء مراكز صحية لأيوال أشخاص الغير المصابين لكن طبعا كانت حرمتهم حريتهم وحقوقهم لكن هذا الشيء طبيعي لأنه ما فينك بهيك وضع مع هيك مرض بالأساس أنه تعيش بحقوق كاملة لكن وبسبق مع الجيش ظهرت جماعة جديدة بدعوا نفسهم بالفيرفلايز أو اليروعات وهن منظمة ثورية ظهرت في أمريكا وهدفهم على حسب حكيون الثورة ضد الحكم العسكري يلي موجود في مناطق الحجر داخل أراضي بلايات المتحدة الأمريكية من أجل أنهم يستعيدوا الدموقراطية والقانون وأن الحكومة لازم ترجع مثل ما كانت قبل وعندها بدأوا بقتال الجيش والحرب ضدهم أيضاً صاروا شجعوا الناس يلي تحت حكم الجيش أن يثوروا عليهم حتى يأخذوا حريتهم بالفعل نجحت خططهم بشكل جزئي لأنه في منطقة بيتسبروك قام بعض من الأشخاص يلي بمناطق الحجر الصحي بمساعدة الفيرفلايز بالهجوم على الجيش يلي في المنطقة وقتلهم لكنهم ما قبلوا ينضمون جماعة الفيرفلايز بعدها بل راحوا وعملوا مجموعة لحالهم وكانوا متأملين أنه يبنوا مجتمع كامل لكن في الحقيقة كان وضعهم أصعب بكتير لأن ما قدروا يأمنوا الطعام لأنفسهم والإمدادات اللازمة ووقتها تحولوا من مجموعة بدها تبني حضارة إلى مجموعة عم تصطاد العالم وتقتلهم وتسرق أغراضهم وهذه كانت الفئة الثالثة بعد الجيش والفيرفلايز واسمهم الهنترز أو الصيادين وهدفهم القتل قبل الصرقة لكن بشكل عام كان الهنترز والفيرفلايز بيخسروا كتير من المعارك أمام الجيش فكانت نذفوذهم بتقلمع الوقت شوي شوي لكن بهاي الأثناء كانت الفيرفلايز أيضا بسيطرة على بعض مناطق الحجر الصحي بالدولي بإضافة كانوا عم يبحثوا عن لقاح عن عدوى الفطريات يلي أصاب البشر حتى يلاقوا حل الكارثي يلي هن فيها وكانت المنظمة منتشرة في جميع نحاء البلد لكن مقرها الرئيسة في مستشفى سانت ماري في مدينة سولت ليك وعلى الرغم أنهم تموا يبحثوا عن علاج للمرض لعدد سنوات لكن كان أمر بدون جدوى حتى أنهم خفضت الروح المعنوية عند المنظمة حتى توصل الأمر أن الجيش بدأت التفوق عليهم بالقوية وأيضا صار يبحث عنهم ويصفيهم وهلأ بعد ما حكيت لكم كيف بدأ الفيروس وشو صار بالعالم نوصل لأحداث اللعبي يلي بدأ في سنة 2013 من لما كان الفيروس منتشر بشكل واسع في العالم لكن ما بكل مكان ورحلتنا في قصة اللعبة بتبدأ من شخص اسمه جول بيكون راجع إلى منزله في المساء وهو يأب عنده طفلي اسمها سارة وعمرها 12 سنة ويعيش جول في مدينة أوستن داخل بلاية تكساس الأمريكية وليالي كان راجع من الشغل إلى منزله ولا بلاقي ابنته الصغيرة عم تنتظره وقتها قدمت له هدية عيد ميلاده وبعدها تحدث شوي ولا نامت سارة وقام جول بالدها بحملها وذهب فيها لغرفة النوم وضعها للتخت وبعدها غادر ليشوف صديقه يلي تصل فيه مشان أحد المشاكل اللي صارت معه وفي منتصف الليل وأثناء سارة ما كانت نايمي في حدوء ولا فجأة بتجيها مكالمة هاتفية وكانت من عمها تومي يلي هو بأخوه لجول وبيطلب منها أنه لازم سرعة تروح عند والدها ويتقول له أنه يتصل فيه ولا فجأة انفصل الخط لسببه غريب خافت سارة بسبب هالشيء وطلعت من غرفتها حتى تتكلم مع والدها ودخلت إلى غرفة المعيشي وهنيك شاهدت تقرير إخبار على التلفاز أنه فيه فوضى كبيرة عم تصير في المدينة ما معروف شو سببها أنه فيه أشخاص عم يهجم على العالم وبيعضوهم ولا انقطع البث وبنفس الوقت صار فيه انفجار قوي بالقرب من المنزل وهون سارة صارت تخاف أكثر فقامت بالنزول للطابق الصفلة للبحث عن والدها وعندها شافت من خلال نافذي الكثير من سيارات الشرطة ومتجها لحو مركز المدينة وبعدها مسكت جوال والدها ولا لاقت أيضا أنه عمها تومي كان عم يحاول يتصل فيه لكنه هو بالأصل تارك هاتفه في المنزل ويتكمل البحث وتدخل لمكتب والدها ولا بتشوفه هو داخل وكان عليه علامات التوتر والقلاق كان عم يبحث في جرارات المكتب على شيء ما ولا طلع مسدس ومسكه ولا هون بهاللحظة بيظهر رجل غريب بيضرب الباب الخارجي للمنزل اللي هني فيه وبقوم كسره وبعدها بيهجم عليهم وكان من واضح أنه متحول بعدما دخل خافت فتاة الصغيري سارة لأنه كان رح يهجم عليها إلى أن والدها قام بإنقاذها وأطلق النار على رأس الزومبي وقفت سارة من صدبي من المشهدي اللي شافته لكن والدها حاول تهديئته وبعدها خرجوا من المنزل وبلاقي جولهنيك أنه أخوه تومي وصل بالسيارة وبركبوا فيها وبعدها بنتلقوا حتى يوصلوا إلى بر الأمان بعيداً عن الفوضى اللي عم تصير والأحداث المرعبة لكن الطرق كانت مغلقة بسبب الزحمة لأن أكيد جميع السكان كانوا بحاولوا يخرجوا من المكان لكن الجيش كان مسكر جميع منافذ المدينة خلال ركوبهم شاهدوا أنه الزومبي بدأوا يهجمع على البشر وما عاد فينه ينكفوا بنفس الطريق عندها قرر تومي الذهاب من طريق البلدي يلي هي مركز الفوضى ليحاولي يلاقي طريق آخر ولو هني بالسيارة بحاولوا يتجنبوا الصدام بالعالم يلي كانوا بحال الذعر ولي بقتها بتضربهم سيارة ثانية وبسبب هالحادثي إن صابت ساق سارة وتعطلت السيارة بشكل كامل فقام والدها جول بحملها وعمها تومي تولى أمر حمايتهم حتى يقدروا يلاقوا مكان آمن يحتوموا فيه ودخلوا الثلاثة إلى أحد الحانات اللي كانت متواجهة على الطريق لكن مجموعة كبيرة من الزومبي كانت بتلحقهم وعندها طلب تومي منهم إنه يروحوا إلى الطريق السريع من خلال باب الخلفة للحاني هو رح يمنع الزومبي من اللحاق فيهم وبعدها رح يلحقهم ولا بيطلعوا من المكان وبيمشوا من خلال ممر ترابة حتى يقتربوا من الطريق السريع للخروج من المدينة لكن بعض الزومبي لحقوهم وهون بتدخل جنده وبيانقذهم وبإطلق النار على الزومبي يلي خلفهم لكن بنفس الوقت جنده أمره لجول أنه يتوقف ما يتحرك أبدا عندها المجند قام بالاتصال بالضبط المسؤول عنه لا يعرف شو لازم يتصرف لأن كانت أوامر الجيش بتمناعية شخص من الخروج من هاي المنطقة وعندها بسلطوا الأوامر للجنده أن يقوم قتلهم لما قام بتوجيه البندقية نحو جول وأبنته واطلق النار لكن جول هون هو حامل ابنته المصابي قام رميها بعيد عن طلقات النار ورمي نفسه ولا قام الجنده بالاتجاه لعنده ووجه البندقية ليقتله لكن هاللحظه ظهر تومي قام بإطلاق النار على المجند وقتله لكنه للأسف فقتها جول نظر إلى أبنته ولقاها مصابي في طلق ناري في جسمها منطقة خضيرة جدا ولو هي تلفظ آخر أنفاسها بيحدونها هو حزين وعم يبكي عليها وبعد وفاة صار ابنت جول دخل هو بحالة حزن وأما العالم كان وقتها بينهار بشكل كامل وكان الوباء عم ينتشر فيه بشكل كبير حتى أنه إنصاب غالبية العالم بالمرض وعندها دولة البلايات المتحدة الأمريكية سيطر عليها الجيش بشكل شبه كامل وإنشأوا عدة مناظق إضافية لحجر الناس اللي بقوا على قيد الحياة حتى تفصلهم عن العالم الخارجي بشكل كامل وبعد مرور عشرين سنة على حادثة وفاة صار ابنت سنة 2033 داخل أحد الأبنية القديمة من شاهد جول هو باستيقظ من أحد كوابيس نومو كان هون هو متواجد في أحد أماكن الحجر الصحي في مدينة بوستن أمريكية وكانت بترافقه شريكة هوتس هون الأثنين كانوا بيشتغلوا في السوق السوداء يعني فيه تهريب المضائع إلى داخل أو خارج منطقة الحجر للعالم اللي بدون إياها وكانت هاي حياة جول الحالية وكان وقتها مفترق عن أخوه من زمان لأنه كان تومي من ضمن الفيروفلايز المهمة الأثنين جول هوتس كان عندهم مهمة شراء أسلحة من الخارج حتى يدخلوها إلى منطقة الحجر بدون ما يتم كشفهم من الجيش اللي مسيطر على المكان والتاج روبارت يلا متواعدين معه كان لازم يشوفوه حتى يسلموا الأسلحة لكنه كان ماخد مصاريهم واختفي عنهم وميحاول يبعث عالم ليقتلهم لكن هون هون قرروا الذهاب لعنده وأخذ أغراضهم بنفسهم وبدأوا بالبحث عنه لروبارت وبيحاولوا عندها يتنقلوا داخل الحجر الصحي إلى خارجه للبحث عنه لما وصلوا إلى منطقته قاموا بقتل بعض من رجاله وبعده بصلوا له وقاموا بضربه وبلشوا باستجوابه حتى قام جول بكسر غراعه وعندها اعترف روبارت أنه هو قام بإعطاء أسلحتهم لجماعة الفيرفلايز يلي هي المنظمة المتمردة على العسكريين لأنه كان مدين إليهم ببعض المال بالأسلحة وكان لازم يسدد دينه وعندها بيعرضوا على جول و تيس أنهم يروحوا كلهم لعند مقرهم بيقتلوهم ويأخذوا الأسلحة لكن تيس بترفض وبتطلق النار على رأسه وبتقتله وعندها قرر كل من جول و تيس إيجاد الفيرفلايز باستعادة أغراضهم طريقة ما لكنهم بسرعة التقوا بمارليني اللي تعتبر هي رئيسة الفيرفلايز في منطقة بوستون قالت لهم أنه هي أخذت الأسلحة لأنها دفعت حقهم ما رح ترجعهم لكن إذا بدون إياهم فهي رح تعطيهم أضعافهم لكن في عندها طلب إذا نفذوا رح ترجعلهم أغراضهم كلهم وعندها بيقول جول أنه شو الشي اللي بيخلينا نوثق فيكم أنه رح تدفعوا إذا نفذنا المهم وأنتم بالأصل قادين عم تخسروا قدام الجيش اللي عم يصفيكم واحد برد ثاني ولبهاللحظة بيكونوا بالفعل أفراد الجيش يقتربوا من منطقة اللي هني فيها لأنهم سمعوا صوت إطلاق نار وقتالات اللي صارت بين جول و تيس ورجال تاجر روبارت وعندها بيقرروا يهربوا مع رئيسة الفيرفلايز مارلين ويشوفوا عرضها إذا هو مناسب أم لا واتجهوا بعدها إلى مخبأ المجموعة وهنيك يتعرف على فتاة صغيرة اسمها إلي وعندها أخبرتهم مارلين أن هاي الفتاة يلي مطلوب منهم أنه يهربوها إلى خارج منطقة الحجر الصحي ويوصلوها إلى مبنى الكابيتال يلي موجود في وسط المدينة استغرب منطلبها من تهريب فتاة فقط لكنهم موافقوا بالأخير والتفق الثلاثي على موعد الهروب وأنه يكون مساء اليوم وفي الليلة الماطراء السيقظ جول على أصوات الرعد والمطر القوي وكان مجهز نفسه المهمية يلي يحقون فيها وبتكلم مع إيلي شوي وبسألها أنه لي الفيروفلايز بدون يهربوا من المكان لأن بما أنها هي طفلي يعني من أفضل أن يضلها في الداخل لكن عندها داخل التس مباشرة وما قدر يكفي الحديث معها وبعدها ثلاثة هم بنتلقوا محاولين هروب من بطاقة الحجر الصحي على الرغم من وجود حراسي شديدي وقتها لكنهم قدروا يتسللوا من الأماكن المدمرة لكن الأمور ما مشيت بالسهولة للمتوقعينها لأنه هن عم يهربوا خلال طريقهم كان في جنود عم تعمل بحث شامل بالمنطقة وعندها استطاعوا أن يقبضوا عليهم وطلبوا منهم أن يجلسوا على ركبهم وبدأوا بفحصهم مشان إذا كانوا مصابين بالفيروس أم لا أول باحث تم فحصه كان جول وطلع سليم وبعدها تس كانت أيضا سليمي لكن بس وصل لعند إيلي بدأ يباني عليها شعور الخوف قامت بسرعة سحب السكين وضربت جندي على قدمه وبعدها قام كل من جول بتس بإطلاق النار على بقية الجنود وقتلهم وعندها تس بتمسك جهاز الفحص وبتلاقي أنه إلي بالفعل مصابي بالفيروس وبتتفاجأ وعندها يقول جول أنه مارلين زعيم الفيروفلايز كانت عم تخدعنا وعم تحاول تضحك علينا مشان ما ترجع الأسلحة وعم تخلينا نهرب فتاة مصابي مشان يمسكونا الجيش ويعدمونا لكن إلي بتقوله أنه لا هاي العضة صلى ثلاثة أسابيع مصابي فيها بينما الإنسان العادة بدأ يومين على الأكتر بعد الإصابة حتى يتحول إلى زومبي وبتقوله كمان أنه ما في سبب أصلا حتى مارلين تخدعكم لكن جول بيكون غير مقتنع بالحكي أبدا وبهالبقت بتجي دوريات الشرطة بسرعة وبتحاصر المكان وعندها بيضطروا أنه يهربوا منهم من خلال مجارير أسفل الأرض لمحاولة الانتهاء من تنفيذ المهمة وإيصال إلي إلى جماعة الفيروفلايز ليشوفوا شو رح يصير معاهم ولو خلال الطريق بيسألوها للفتاة أنه ليه الفيروفلايز بدون يهربوها بتقول لهم أنه هني عم يحاولوا يلاقوا علاج المرض الذي ينتشر وأنا جسمي عنده مناعة ضد المرض ويمكن بفضل هذا الشيء يقدروا يلاقوا العلاج المطلوب هم بيقول جول إن إحنا سمعنا كثير من هذا الحكي لكن بدون جدوى وعطول منظمة الفيروفلايز كانت بتقول أنه رح يصنعوا علاج لكن ما نجحوا أبدا طوال هذه السنين المهم بعد النقاش بنتلقوا عبر المدينة يلي كانت مليئة بالزومبي ودخلوا بعدها إلى متحاف وهنيك بيحاولوا يلاقوا طريق آمن للوصول إلى مبنى الكويتل لكن وواحد النقاط بيضطروا أنه يفترقوا عن بعضهم للقليل من الوقت لأن الطريق انغلق أمامهم لكن عندها تسو إلي هجموا عليهم الزومبي فحاول وقتها جول اللي حاق فيهم لمساعدتون شاف تسو هي متعرض للهجوم قبل الزومبي لكنها قدرت أنه تقتله ولا بعدها سمعوا إلي وهي عم تصرخ وهنيك بيلاقوا أحد الزومبي بيحاول يهجم عليها لكن جول دافع عنها ولا لا قصرد كبير من البحوش عم تهجم عليهم فقام بقتلهم وبعدها طلعوا من متحاف وهني تعبانين لكن وأخيرا بعدما قطعوا مسافة طويلة صاروا بالقرب من مبنى الكابيتال محل ما بدهم يوصلوا إلي والمكان وقتها كان هادئ في الخارج لكن أول ما دخلوا وفتح الباب هون كانت الصدمة جميع فراد الفيرفلايز اللي بدهم ياخدوا إلي كانوا ميتين وما في أي حدا عايش وكلهم مرميين على الأرض هون تس حاولت الدور بين الجثاث على شيء خريطة بتدلها على مكانهم للفيرفلايز أوين ممكن يكونوا متواجدين لكن جول بوقفها وبيقولها أنه خلاص ما لازم يكملوا تنفيذ المهمة لأن هاي ما شغلتهم هوني بالأصل متوعدين مع الفيرفلايز لا قون هون لكنهم ميتين هلا بساوا هجوم الجيش عليهم ولازم هوني يرجع للمدينة لأن عملوا يلي عليهم لكن تس بترفض هالشيء وتقول له أنه ما عاد فينها ترجع للمدينة ولازم يتمها هون وتروح توصل البنت للجماعة هون بتكشف عن أنه تم عضها من قبل الزومبي من لما كانوا بالمتحف وقالت أنه أصابتها متزداد سوء بسرعة على عكس الفتاة إلي اللي هي عضتها وصر لها فترة طويلة ولهلأ ما صارت أسوأ وبتقول له هادي يعني أنه ممكن يقدروا لاقوا علاجة للمرض من خلال إلي هوني لازم يقوموا بتوصيلها وعندها طلبت من جول أن يروح لعند أخوه تومي لأنه عنده معلومات ويمقر منظمة الفيرفلايز هو أيضا كان واحد منهم بالأساس وبيعرف مكانهم وبهلأ أثناء اقتربت مجموعة من الجيش للمبنى اللي هوني فيه فقررت تيس أنها تضحب نفسها في سبيل هروب جول وإلي طلبت منهم أنه يطلعوا بسرعة بينما هي رح تحاول تأخر الجنود وبالفعل تم يتحاربهم لفترة قصيرة حتى بالأخير قاموا قتلها لكن وقتها جول وإلي هربوا منهم وخرجوا بالمكان لما كانوا في الطريق لعند تومي اللي هو أخوه لجول كانت المسافة بعيدة كتير حتى يوصلوا له لأنه هو أصلا مدينة ثانية فكانوا بحاجة للسيارة حتى يقدروا يوصلوا عندها جول بروح نصديق قديم إليه اسمه بيل يلي كان متواجد داخل مدينة ليطلب مساعدته ليأمل له سيارة ليخرجوا فيها وعندها بيل أخدهم لمكان فيه السيارة شغالة لكن مطاريت هابدها شوي تشحن فقام جول وبيل تحريك السيارة بينما إلي ويتحاول تشغلها وأيضا كان بنفس الوقت عم يهجم عليهم الزومبي لكنهم قدروا في النهاية أن يشغلوا السيارة واستخدموها للخروج من المدينة لما كان جول عم يقود عبر الطريق السريع لاقى أنه أصبح مغلق بسبب تراكم السيارات المهجورة فيه ما كان في عنده خيار غير يا المرور من المدينة ومواجهة المصاعب اللي فيها أو العودة فقرروا الدخول ولما كان عم يقود السيارة بأمان ولا ظهر رجل غريب عم يطلب المساعدة منهم وأنه هو مصاب في مجموعة من الأشخاص يلي هني الهانترز أو السيادين قلت لكم عنهم في بداية الفيديو أنه هاي الفئة الثالثة باللعبة كل وظيفتهم أن يقتلوا العالم ويسرقوا أغراضهم المهم هون جول بيحاول يهرب منهم باستخدام السيارة لكنهم بضربوا الزجاج بيخلوه ما يشوف شيء هالأمر بيؤدي أن السيارة تصطدم أحد المتاجر يلي بالمكان تتعطل وعندها هاجموا الهانترز عليهم نزلوهم من السيارة لكن جول قدر يقاومهم ويقتلون يهرب منهم هو وإلي إلى داخل المدينة لكن هالشيء غير كافي لأن كان في عندهم سيارة مدررة عم تتجول داخل المدينة لتقتل الغرباء فاضطر وقتها للدخول إلى الأبنية اللي تجنبها وهنيك جول واجه شخص في الداخل وتقاتله بين بعضهم لكن كان جول رح يقتله حتى إلي كلمته وقالت له أنه يوقف لأن كان في ولد حامل مسدس وموجهه لحو جول هون قام هنري يلي هو الكبير قالهم أنه هو أول شيء فكروا من الهنترز لكن لما شاف أنه معه فتاة صغيرة يعرف أنه مانوا منهم لأن الهنترز ما بيخلوا أطفال معهم أبدا وعرفهم على أخوه الصغير سام بعدها قاموا بتبادل قليل من الحديث بين بعض عن الأوضاع وشو صير بالمكان وهون جول بيسأله لهنري أنه شو عم تعمل أو لين رايح بجاوبه هو أنه رح ينضم للفيري فلايز وعندها بيقول له جول أنه هو وإلي رايحين لعندهم كمان وعندها بتفق الأثنين أنه يطلعوا من مدينة يسوا بالليل حتى يروحوا إلى منطقة راديو الجيش لأنه هناك في موارد وأكل وفينهم يرتاحوا وبنفس الوقت ينتلقوا إلى الفيري فلايز لكنه أثناء خروجهم من المكان بيقاتل بعض الهنترز يلي عم يحرسوا الجسر يلي كان بيودئه خارج المدينة واللي عندها بتظهر السيارة المدرعة مرة ثانية بتلحقهم لتقتلهم هني بحاولوا يهربوا منها لكن هذا الأمر ما نجح مع الكل لأن السيارة دخلت قبل لا جل يقدر يهرب معاهم هون هنري بيتركه وبيهرب مع أخوه سام بينما إلي بترفض تترك جول وبتنزل لعنده ووقتها الأثنين بحاولوا يهربوا لحالهم من السيارة اللي تم تلاحقهم حتى وصلوا إلى الجسر كان الطريق مخطوع فاضطروا أن يرموا بأنفسهم إلى المياه في الأسفل حتى ينجوا من السيارة لكن طبعا إلي ما بتعرف تسباح فحاول جول أنه ينقذها وللما مسكها كانت المياه قوية فضرب وقتها بصخرة وفقد وعيه ولما السيقظ بعد فترة لاقى هنري وعرف أنه ينقذه مع إلي وبعدها يكملوا طريقهم إلى مبنى الراديو لكنهم واجهوا حشود من الزومبي اللي هجمت عليهم قبل لا يوصلوا للمكان لكن قدروا يشتاسوهم ووصلوا في النهاية إلى المنطقة الآمنة وبقوموا عندها بقضاء الليلي بالكامل بالداخل وبتحدثوا بين بعض عن الذكريات السابقة قبل تفشي المرض كيف كانت الحياة واستمروا هيك حتى ما تصف الليل بعدها ناموا جميعا وفي صباح اليوم الثاني استيقظت إلي على رائحة الفطار الشهي اللي عم يقوم بإعداده هنري هون قالها أنه تروح وتفيق سام لحتى يتناولوا الإفطار معهم لكنها لما دخلت وغرفته اكتشفت أنه تعرض للعد من قبل أحد الزومبي وهلأ هو متحول وهون هجم عليها لكن جول حاول يدخل وسحب الفرد لي أطلق على سام لكن هنري أخوه الكبير أطلق النار على سلاح جول مشان يمنعه لكنه بلاحظ الضعف ومشان يحمي إلي قام سام بإطلاق النار على أخوه وقتله وبعدها فقد السيطرة على نفسه وجه الاسلاح باتجاه جول وقال له أنه أنت السابب موت سام لكن هنري بالأخير وجه الاسلاح نحو رأسه وأطلق النار هون كانت النهاية الحزينة للأخوين وبعد حدثت موتهم بواصل جول وإلي رحلتهم بعد فترة من الزمن للعثور على تومي من أجل البصول إلى الفير الفلايز طبعا الرحلة أخذت معاهم أيام طويلة حتى يوصلوا إلى فصل الخريف من لما بيكونوا في طريقهم إلى تومي ولا بلاقوا أمامهم بوابة مغلقة وعندها حاول جول أنه يفتحها لكن عدة أشخاص مصلحين بيخرجوا من على السور كان من بيناتهم أخوه لتومي يلي التقى بجول وأخيرا بعد سنوات مفرقهم ويقوم وقته بتعريفهم على المكان وعلى زوجته كيف هو يعيش هون حاليا طبعا جول كان متوقع يلاقي تومي في مكان ثاني لكن كان هو منطقه لهون من جديد المهم بدخله لا يرتاح شوي وهون تومي بيأخذه لجول إلى أحد الغرف بيقوله أنه رجع لتكساس محل بيتهم القديم قبل كارثي جاب معه كم غرض وورجاه عند صورة ابنته السارة حاول يعطي إياها لكن جول رفض يأخذها بشان ما ترجع له الذكرية المؤلمة لابنته وبعدها بيقول لأخوه تومي أنه بديو إياها بموضوع ضروري وهون بدخله إلى أحد الغرف ووقت جول بيقول لتومي عن وضع إلي وأنه ممكن يلاقوا علاج من خلالها إذا وصلوها للفيرفلايز لكن في البداية تومي بيرفض الفكرة وأنه يترك الفيرفلايز من زمان لكن جول بتم وضغط عليه حتى بالأخير وافق على تنفيذ المهمة لكنه أثناء نقاش تومي مع زوجته كانت هي غاضبة منه وما بدي إياه هو يلي يروح ينفذ المهمة وهذا الشيء خطر عليه وممكن أنها تفقده وعندها إلي لما سمعت أنه جول رح يتركها مع تومي لأنها كانت كثير متعلقة فيه فزعلت وركبت الحصان وهربت فيه إلى الغابة وعندها أحد الحراس صرخ وقال أن الفتاة إلي سرقت أحد الأحصان وهربت ولا بيقوم كل من جول وأخوه تومي بمحاولة اللحاق فيها والبحث عنها هنا على الطريق بواجهة قطة طرق لكن بيتجاوزوهم وبالنهاية يوصلوا إلى أحد المنازل الموجود في مزرعة مهجورة ويكون الحصان اللي سرقته إلي موجود في الخارج دخل جول للمنزل بينما تومي بيقع يحروس في الخارج لأن انتباه إذا في حدا رح يهجوم عليهم أم لا بدخل جول اللي عند إلي ويقولها أنه يلا لازم نروح واللي بترد عليه بأنه ما بدها تروح مع تومي بيجي برد عليها بأنه رح تكون مأمن معه أكتر هون بتقول أنه ما بدها لأن كل ما هي تعلقة بحدها بيجي بيتركها وأن جول بالأصل بده يتخلص منها من البداية طبعا هي هيك من فكرة بتقوله لجول أنه ما في داعي يقلق عليها لأن هي ما رح تموت معه مثل ما صار مع أبنته السارة بيجي بقولها جول أنه لا تفكري هذا الموضوع أبدا أنت أكيد مانك مثل بنتي وأنا ماني والديك وهلأ رح تروحي مع تومي مثل ما أم أقول لك ولا هون بدخل الثاني وبيقول أنه في مجموعة من هنترز داخلوا المنزل وعم يبحثوا فيه علينا لكن قدر جول بالنهاية أنه يقتلهم كلهم وبعدها راحوا إلي وتومي ووصل لنقطة الافتراق حتى تروح إلي مع تومي لكن هون جول بيطلب من إلي أنه تنزل من الإحصان وتعطيه لتومي لأنه راح يوصلها للفيرفلايز مثل ما كان هي بدها وعندها بيسأل أخوه أنه وين مقرهم بيقوله أنه موجودين في جامعة إسترين كولورادو وبعدها بنتلقوا اثنين مفترقين عن تومي يلي عاد إلى مقره بينما هني بعد فترة طويلة من رحلي بيوصل إلى جامعة كولورادو وبلش يبحثوا عن المبنى الطبي يلي لازم تكون فيرفلايز موجودين فيه لكن خلال البحث ما كانوا ملاقين أي أحد أبدا على الرغم من أنهم بحثوا كتير لكن المكان كان مهجور تماما حتى المختبرات لكن جول عثر على تسجيل صوتي لأحد العلماء يلي بيقول أن المنظمة قامت بنخل المختبر إلى مستشفى سانت ماري وهنيك رح يبدأوا مرة ثانية في البحث عن العلاج للمرض المنتشر ويلي من الصعب أنه يلأخل وقاح إليه ولوقتها بيضطر مرة ثانية جول وإلي أن يروح للمنطقة يلي تم ذكرها في التسجيل وأثناء خروجهم من المكان ولمجموعة من الهنترز هجموا عليهم عنده بلا شيء يتقاتلوا معهم لكن شخص ما قام بالهجوم على جول ودفعهم من الأعلى للأسفل وسقطوا الأثنين جول انصاب بسبب عمود حديد موجود على الأرض اللي دخل إلى جسده وخرقه وهالشيء أدى إلى نزيف خطير وعنده رقدت إليه حتى تساعده وتسحبه بعيد عن الأشخاص اللي عم يلحقوه ويحاول وقتلهم وطلعت وهي عم جور جول للخارج اللي كان عم ينازع بصابته وبعدها ركبوا على الإحصان واتجهوا بعيد عن المكان حتى وصلوا أخيرا إلى بر الأمان لكن جول كان مصاب وفقد وعيه وسقط وبعد فترة من الزمن ولما حل فصل الشتاء كانت إلي في الخارج للصيد من أجل تأمين الطعام إليها ولجول وقامت عندها بإصابة غزال لكنه هرب منها وهي لحقته حتى وصلت له كان وقتها مرمع على الأرض وميت من أثر الإصابة ولبهاللحظة ظهر شخصين غريبين واحد اسمه ديفيد والثاني جيمس وعرضوا عليها إنه تعطيهم الغزال وهم يعطوه أي شيء بدها إياه لأنهم بدون يطعموا جماعتهم وما كان عندهم أي شيء لكن إلي كانت رافضة تعطيهم إياه إلا إذا أمنوا لها مضادات حيوية حتى تقدر تعالي جول من إصابته فقبله بالعرض الدواء مقابل الغذاء وعندها ديفيد يلي هو زعيم أحد الهنترز لكن طبعا إلي ما بتعرف طلبهم من جيمس إنه يروح ويجيب الدواء المطلوب بينما هو رح يبقى مع الفتاة وبعدها الأثنين دخلوا للكوخ وشغلوا النار لأن الجو طبعا كان بارد وكان بنتظروا الدواء حتى يوصل لكن بهالوقت بيجمع عليهم مجموعة من الزومبي لكنهم قدروا يقتلوهم وينقذوا نفسهم وبعدها بيرجع يكفوا انتظاره ولا ديفيد بيضمها لإلي بقولها أن تذكر الأشخاص اللي هاجموكم بالجامعة داخل مختبارات الفيرفلايز ولسبب إصابة جول إهدول كانوا جماعتي ولا إلي مباشرة بتوجه البندقية نحو ديفيد لأنه عرفت إنه هو رح يوقعها بفاخ ما لكن بهالوقت كان زميله وصل للمكان وموجه الاسلاح نحو إلي أيضا وهون ديفيد تدخل وقالها لإلي إنه هي ما رح تقدر تعيش لوحدها بالعالم وبهيك وضع يعني عم يحاول أن يغريها تجي معه لكنها بترفض وهون ديفيد بيطلب من جيميس أنه يعطيها الدواء حتى تروح بينما هني رح يأخده الغزال وهون إلي رجعت بسرعة وهي خايفي من أنه تم ملاحقتها وانتلقيت نحو جول ولما وصلت عطته الأدوية المطلوبة بعدها نامت بجانبه ولا بسيقظ واحد الأوقات في اليوم الثاني على أصوات ناس قريبين منها بتحاول تلقي نظره ولا بتلاقي أن مجموعة ديفيد قامت بملاحقتها وبدأوا بالبحث في المنطقة عنها ما تم عند إلي أي خيار سواء أنه تترك جول وتهرب عشان تخلى الجميع يلحقها ويتركوه أو ينسوه لأن ديفيد أكيد أرسلهم لهون حتى يقبضوا على الأثنين هون بتستخدم الحصان للهروب وعندها الجميع حاولوا لحقوها وهون في أحد قام بتلاقي النار على الحصان اللي كانت راكبته وصابه وهيك هني قبضوا علي استيقظت إلي بعد فترة ولا لاقت نفسها داخل القفص وأول شيء شافته هو الجمس بقوم بتقطيع جسد بشري وكأن هالا مجموعة من الهنترز بتقوم بصياد البشر وبعدها بقوم بتقطيعهم وكلهم وبعد فترة أجل ديفيد وبيحاول أنقذها وعم يقولها أنه بيستطيع إقناع الآخرين بيبقاءها على قيد الحياة لأن الجميع بدهم يقتلوها لأن هي قدلت زملائهم بالمجموعة وأنه يمكن يساعدها لكن بدوا يستغلها بطريقة سيئة وهون إلي بتعمل حالها أنه عم توثق فيه وإلا بتمسك إيده وبتكسر له أصابعه وبعدها بتحاول تسرق مفاتيح القفص لكن ديفيد مسكها وقام ضربها بباب السجن وهالشيء خلاها تفقد بعيها وبنفس الوقت بيكون جول استيقظ وهو مريض وتعبان بلاحظ أن إلي مفقودة وبيطلع يبحث عنه ويحاول يعثر على أي الدليل يلاقيها وبعدها بيلتقي بالمجموعة اللي خطفتها بيقوم قتلهم كلهم إلا أثنين أخذهم معه وبلش يستجوبهم عن إلي وين ممكن يعثر عليها وبعدها قام بتعذيبهم لفترة وأخذ المعلومات وانطلق للبحث عن إلي وأم الفتاة بهذا الوقت بتكون استيقظت من لما جيمس كان واضحها لطاولد الجزار معاه ديفيد من الواضح أنهم بدون يقتلوها لكن إلي بتصرخوا بتقول له أنه هي مصابة بالفيروس وإذا قتلوها رح ينصابوا هني كمان ديفيد بيستغرب من حكيها قالت له أنه ينظر على أيدها ولما كشف فجأت عضدة الزومبي وعندها خاف جيمس وصار رافض أوامر ديفيد بقتل إلي يلي استغلت الموقف وقامت بحمل السكين وضرب جيمس على رقبته وقتله بعدها هربت من المكان وصارت تمشي في الممرات بين الأبنية وكان في عاصفي فالجيه بالمنطقة فدخلت إلى أحد المطاعم ولحقها ديفيد ووقتها صار يحاول يمسكها ليقتله لكن ولما كان بيحاول يوقفها ضرب أحد الفوانيس يلي خلى المطعم يبدأ بالإحتراق وعندها حاولت إلي أنه يتسلل حتى تقتل ديفيد وبعد عدة محاولات استطاعت طعنه لكن ما سقط واستمر القتال بينهم حتى سقطوا الأثنين مغميين عن البعي أما في الخارج وصل الجول وأخيرا إلى المنطقة الخاصة بالمجموعة يلي متواجد فيها إلي شاف المطعم هو عم يحترق في قرار الذهاب ومعرفة شو يصير مكان الحريق وعندها بتكون إلي استعادة وعيها بتحاول أنه تلتقط الساطوري لتحت المقعد لما كانت بتحاول توصله بيستيقظ ديفيد ويقوم بركلها عدة مرات وبثبتها على الأرض لكن إلي بتمسك السلاح وبتقوم ضرب ديفيد بعنف شديد حتى قتلته بشكل فضيع لو وصل جول وأخيرا مقام ضمها وتهدئتها وعندها بيروحها يكف طريقهم وبعد سنة من الحادثة اللي صارت وصل جول وإلي المدينة اللي فيها مستشفى سانت ماري اللي كانت مذكورة بتسجيل علماء الفيرو فلايز بيحاولوا يشقوا طريقهم للمستشفى واللي عندها بأحد الأبنية اللي بتشاهد زرافي وبتنادي لجول إنه يجيب سرعة لما وصل بيقولها لأيلي إنه تقرب منها لا تخاف وتحاول تلمسها وبعدها راحوا ليكف طريقهم ولا وقفوا شوي حتى يستمتعوا بجمال الطبيعة والحيوانات اللي فيها بواحدة من أجمل مشاهد اللعبة وقبل ما يكف طريقهم جول بيقول لأيلي إنه إذا بدها فين هوم ما يروحوا لعند الفيرو فلايز ويرجعوا لعند تومي ولا بتقول له لا لأن هيك كل شي مرينة فيه رح يروح على الفاضي وموت تس وحتى موت رفيقتي رح يكونوا بلا سبب وأنا هاد أختياري إنه بدي نروح على الفيرو فلايز حتى نقدر نلاقي علاج وبعدها بيكمل طريقهم عبر نفق تحت الأرض يلي بواجهوا فيه بعض الزومبي لكن الطريق بالأخير كان مزدود لأن المياه مغطيته فبيحاولوا يلاقوا طريق جانبي لكن وأثناء جول ما بيساعد إلي لتعبور إلا أنه هو سقط في النهاية بالمياه بسبب إنهيار الطريق وهنا إلي حاولت تساعده وقدرت لكنها غرقت في النهاية لأنها بالأساس لا بتعرف تسباح ولا بعدها جول بيأنقذها وبيسحبها إلى الخارج ولما بيحاولي ينعيشها واللي هون ظهرت مجموعة من جنود الفيرو فلايز يلي بيضرب جول وبعدها بيأخدوه هو وإلي إلى مستشفى سانت ماري مكان الفيرو فلايز ولا هنيكو بعد مدة من الزمن بيستيقظ جول في سرير المستشفى وكانت مارلين ويلي هي رئيس الفيرو فلايز كانت معنا بالأصل في بداية اللعبة أبي تكون هلأ بجانبه وبيسألها عن إلي ويقول له إنها بخير وهلأ رح يقوموا بالمهمة حتى تستخرجوا العلاج منها وقالت له باستقراب إنه عجيب ليه أنت قمت بمساعدة إلي كل هالي المسافة مع إنه ما كنت مضطر لهذا الشي ولا هون بيقولها إنه بديوا يشوفها هلأ لأ إلي لكنها مترد عليها بإنه ما فينه لأنه رح يبدأوا بالعملية الجراحية إليها وراح يقوموا بفتح دماغها ويضحوا فيها يعني رح تموت بالعملية وكل هذا يلاقوا علاج للمرض ولا هون جول بفضل إنه يعملوها قل إنه تروح تلاقي شخص صغيرها ينفذوا العملية عليه طبعا عم يعمل هيك بسبسب تعلقوه بإلي ما كان بديوا يخسرها مثل ما خسر ابنته في بداية القصة لكن هون ترفض مارلين هذا الشي وتطلب من الجندي الخاص فيها إنه يطلع جول لخارج المستشفى وإذا حاول يعمل أي شي قوموا بقتله وبعدها هي بتروح وإثناء ما الجندي بيستحب جول واللي عندها بوقف وما بتحرك ووقت الجندي بيوجه السلاح نحوه لكن جول بيقدر ياخده منه ويوجهه عليه وبعدها بهدده ويسأله وين إلي الجندي ما جاوبه وهون جل قام توجيه السلاح نحوه وأطلق النار مشان يعذبه حتى بالأخير اعترف وهون قتله وراح بسرعة إلى غرفة العمليات وقتل الطبيبي اللي كان بده يقوم بالعملية عندها بدأ جنود الفيرفلايز باللحاق لمساكب جول وهون هو بيركب بالمصعد لما بيكون حامل إلي بين إيديه ولما نزل الطابق صفله محل كرايس السيارات ظهرت له مارلين وبتقول له أنه يتركها لأن هي الأمل البحيث حتى يلاقوا علاج هي أصلا إلي بدها هذا الشيء لكن جل بيرفض ويقوم بإطلاق النار على مارلين وقتلها وبعدها بحط إلي في السيارة وبيطلع من المكان ولو هون على الطريق تستيقظ إلي من تأثير المخدر وبتقول له شو صار هون جول بيكذب عليه وبيقول لإلي أنه فيرفلايز بقفوا عن البحث لصناع اللقاح لأنهم بالأصل لقوا كثير أشخاص مثلها بيقدروا يقوموا الفيروس ما قدروا يستخرجوا منهم العلاج لكن هون شارت إلي بأنه الكلام ما كله صح لكن ما عندها أي خيار ثاني هون جول بيكمل قيادة السيارة ولو هوني على الطريق المرة الثانية اللي بتسأله لجول لكن هالمرة طلبت منه أن يقسم أنه يقولها الحقيقة عن اللي صار بالفيروفلايز وأن الأحداث اللي قل عليها تكون هي اللي صارت وعندها جول بيقسم لها وبعدها بيرجعه لعند تومي وبعد أحداث الجزء الأول تفكهت منظمة الفيروفلايز بشكل كامل فشلت في مهمتها لإنشاء لقاح وما عد حدا ويثق فيهم لكن تتذكروا جول لما قتلت دكتور اللي كان رح يعمل عملية لإلي مشان لقاح اللي كان في عنده بنت اسمها آبي ولما عرفت بموت والدها عقدت على الشخص اللي قتله وعندها قررت تنتقم منه شو ما كلفها الأمر وراحت هي وحبيبها السابق أوين مع بقية أفراد الفيروفلايز منضموا إلى مجموعة جديدة تدعى بجبهة تحرير واشنطن هي أيضا منظمة عسكرية ضد حكم الجيش الأمريكي وأنشأت مقابل المدنيين لمحاربة ظلم الجيش على حسب حكيهم كانت المنظمة مسلحة وقررت أبي تنظم إليهم فقط من أجل أنه تقدر من خلالهم توصل للشخص اللي قتل أبوها الدكتور والمقصد هون جول أما بالنسبة لإلي بجول فبعد أحداث الجزء الأول بقيوا يعيشوا في مجتمع جاكسون يلي فيه تومي وتومي هني عم يعيشوا حياة طبيعية وحل ما كانوا بدون يعمل العملية لإلي فيها ولما كانت عم تستكشفه ولا هنيك بأحد الحقائب لقيت تسجيل صوتي لمارلين اللي هي زعيمة الفيرفلايز في الجزء الأول وقامت بسماعه وكانت بتحكي في التسجيل عن العلاج وأنه بالفعل إلي كان جسدها بيغتر يستخرجوا منه اللقاح لكن هالشيء كان راح يسبب موتها ووقتها عرفت الحقيقة المخفية عنها ولبقوم هالوقت جول كان لاحقها حتى يطمن عليها لأن هي كانت بالأصل الهرباني من مجمع السكني واللي هون إلي بتقول لجول إنه بدأت تسمع الحقيقة منه وإذا حاول يقذب عليها فرح تتركه للأبد وعندها بيقولها القصة الكاملة بشو صار بالضبط واللي بتقول له إنه هي رح ترجع معاه لمنطقة جاكسون السكنية لكن العلاقة بيناتهم انتهت بشكل كامل والموضوع بقي هيك لمدة طويلة يعني حوالي أربعة سنوات حتى إلي قررت أن تكلم جول بأحد الليالي وتحاول تسامحه شوي للتحسن العلاقة بيناتهم طبعا هاي الفترة كان عمرها 11 سنة لما وصلت لعند منزل جول كانت جو في المساء وقاعدة بيشرب القهوة واللي بتحدثوا شوي بين بعضهم عن المشاكل اللي صارت وعندها إلي بتقول له إنه هي كان لازم تموت في المستشفى وتتخلص من حياتها الصعبة واللي هون جول برد عليها إنه لو قدر يرجع بالزمن كان دائما ليختار إنه ينقذها لأنه يتركها تموت منشان العلاج ومن هون تبدأ حداث الجزء الثاني بعد كم يوم من محادثة جول وإلي في كم شخص من المجتمع يلي هون يساكنين فيه بيرصدوا حشد من الزومبي عم يقترب من المكان وعندها جول وأخوه تومي بيقرره يروحوا يتفحص الوضع وأما بنفس الوقت آبي إذا بتذكروها فكانت هي ومجموعتها صاروا بالقرب من المجتمع جاكسون محل ما بيسكن جول لكن أوين حبيبها الصابق كان رافض تماما أنه يهجم على المجتمع لأنه محصن وصعب أصلا يخطرقوه لكن آبي هون بتقرر تترك مجموعتها وتروح لوحدها لتبحث عن جول ربما يكون هو بالخارج ولو أثناء ما بتتنقل في العاصف الثلجية عندها بتحاول الدخول إلى أحد الأماكن لكن زومبي بيهجموا عليها وكان في واحد ولا هون جول قام بإنقاذها وكان معاه تومي ولا ثلاثة هون بدخلوا إلى أحد المنازل اللي كان قريب لما صاروا في الداخل تم يعرف عن نفسه وعن أخوه جول لآبي بحيث هي عرفت من هاللحظة أنه هذا هو الشخص اللي قتل والدها لكنها ما حكيت وهون كانت حشود الزومبي رح تقتحمي المنزل ولآبي بتقلهم أنه فيه بيت قريب من هون وجماعتها فيه فينهم هوني يروحوا ويحتموا ليبعدوا عن الزومبي وعندها بوافق جول وأخوه للذهاب ما كانوا بالأصل بيعرفوا شو الشيء اللي عم يتظرهم ولما وصلوا للمكان ودخلوا للمنزل عرف تومي عن نفسه وبعدها جول عرف عن نفسه أيضا وهون الكل بما أنهم من الفيرل فلايز عرفوه وعندها آبي كانت حاملة شوتغون وتضرب جول على قدمه وبسبب هالشيء بيسقط على الأرض ولما حاول تومي يدفاع عنه قاموا جماعتها بضربه وعنده أغمى عليه وبعدها مسكوه لجول وثبتوه على الحائط وعنده آبي بلشي تضربه عنده قاما لوالدها لكن وبساوي غياب جول وتومي عن المجمع السكن لفترة طويلة وأنه ما رجعوا له هلا جيسي صديقي إلي دينا بيجي لعندهم بيقول لإلي أن جول وتومي صار لهم فترة مختفيين وما وصل منهم أي خبار ولازم نروح لنبحث عنهم وعندها الثلاثي بروح لي دوره على جول وعنده إلي وهي على الطريق بتشاهد أنه في أحد المنازل طالع منه إضاءة نار التدفئة ولما راحت لتفحص المنزل ولا شافيت جول مرمى على الأرض ووجهه مليء بالدم بساوي الضرب ولما حاولت تدخل تساعده ولا جماعة آبي مسكوها وضربوها ثبتوها على الأرض وعندها أمام عيونها آبي قامت بقتل جول من خلال عصاية الغولف ومات عندها ولما واحد من جماعتها بد يقتل تومي وإلي عندها وصل رئيسهم يلي هو ويأوين كان رافض قتلهم وقالهم أنه نحن تخلصنا من جول كان تومي على قيد الحياة وبعدها عملوا جنازة لجول وقاموا بدفنه لما كانت إلي عند قبره بتقرر أنه بدها تنطق من الشخص يلي قتله وعندها بتروح عن تومي يلي هو أخوه بتقوله أنه هنين لازم يأخذوا بثقرهم من يلي عمل هيك بجول لكن تومي برد عليها أنه صعب لأنه وزوجته هلأ مسلمين دارة المكان وإذا هو وإلي وكم شخص بده أن يروحه فرح يأثر على أمن المجتمع يلي ساكنين فيه لأنه رح ينقص هدد الحراس بترد عليه إلي أنه من غير المعقول أنه يموت أخوك وإنت ما تروح بتحاسب يلي قتله ولو جول كان على قيد الحياة وفي واحد مننا تأذى كان رح ينتقم من الشخص يلي عمل هالشيء بكل تأكيد وعندها بيقولها أنه تركي لمهلة يوم واحد فقط حتى أقدر أقنع زوجته بالذهاب وبركي بنقدر ناخد معنا شوية أسلحة لكن في اليوم الثاني ماريا زوجة تومي بتبعت وراء إلي وعندها بتقولها أنه تومي رح لواحده وأخذ الأسلحة لينتقم من يلي قتله أخوه جول ترك هاي الرسالة أنه مخليك تروحي بتلحقيه لكن أنا خايفي على تومي وبيد مني تروحي تسعديه وعندها إلي مدينة بينطلقوا للبحث عن تومي وبنفس الوقت للانتقام من آبي ولما بوصل المدينة اللي من مفترض أنه آبي تكون فيها بتصيروا من خلال الراديو أنه يسترقوا السماع على مجموعة آبي ويحددوا وين أماكنهم وعندها إلي بتروح لعندهم واحد وراء الثاني وبتصير تقتلهم لتستخرج منهم المعلومات عن المكان تواجد آبي حتى بالأخير وصلت عند حبيبها السابق وين وحبيبته وهنيك حوالي تستجوبهم لكن ما خبروها وين مكانها فقامت بقتلهم وعندها أيضا التقدب تومي بجسي وبعد رجعوا كلهم إلى المكان اللي كانوا بيتخبوا فيه وهو مبنى السينماية اللي بالمدينة اللي يرتاح شوي ويعرفوا شو خطوتهم القادمة ولا عندها إلي سمعت صوت ضرب قريب منهم ولا لما راحت لتشوف شو الوضع كانت آبي مقتحمة المكان وضرب تومي أيضا قتلت جسي وعندها طلبت من إلي أنه ترمس سلاحها وإلا قتلت تومي لكن هون تومي بيقولها أنه لا ترد عليها فبتقوم آبي ضرب تومي على رأسه طلق ناري بينما إلي قدرت تهرب لكن آبي قامت باللحاق فيها وضربها بقوة حتى كانت رح تقتلها لكن دينا صديقتها دخلت هون وقامت بالدفاع عنها وكانت عم تضرب آبي بالسكين لكن ليف صديق آبي قام بالدفاع عنها من خلال أنه أصاب دينا بسهم في صدرها وعندها آبي حملة السكين وكانت رح تقتلها لكن هون إلي تكلمت بصعوبة وقالت لها أنه لا تقتله لأنها حامل لكن ما ردت عليها حتى هون دخل ليف صديقها الصغير مرة ثانية وقالها أنه لا وعندها آبي تركتها وتركت إلي وقالت لها أنه ما عاد بدي أشوفك أبدا مرة ثانية وبعد سنة من الأحداث بنشاهد إلي مع أبن دينا وجيسي يلي مات في السابق وكانوا بأحد المنازل الريفية وبيكون تومي يجل عندها زيارة مشان يكلمها بأحد المواضيع وبيجي بيقولها أنه وصلته معلومات عن مكان وجود آبي وأنه لازم يروح ويرجع وينتقمه منها لأن إلي هيك قالت لتومي وعدته أنه رح تحاسب يلي قتل جول لكن دينا صديقتها كانت رافضة لهالشي وعندها قالها تومي أنه هو ما بقدر ينفذ هاي المهمي لأنه مصاب لازم أنت تروح عنه وعندها إلي بتقرر بالفعل أنه ترجع لتنتقم من آبي يلي كانت بهذا الوقت هي وصديقها ليف عم يبحثوا عن بقية أعضاء الفيرفلايز حتى تنضملهم لأن بالأساس كل جماعتها ماتت لكن وهي على الطريق لعندهم تم خذفها من جماعة تدعى راتيلير وهي منظمة بتقوم بسيد البشر واستعبادهم وبعد ما قبدوا عليها علقوا على شاطئ البحر لأن حاولت تهرب عندها إلي وصلت على هاي المنظمة وقامت بقتل أفراد العصابي وبعدها وصلت لعند آبي وبدل ما تقتلها قامت بتحريرها وخلتها أيضا تحرر صديقها ليف وبعد الاثنين كان في بينهم نظرات غريبة فعندها آبي قالت لإلي أنه يلا خلينا نروح من خلال قوارب يلي على الشاطئ وفينا نستخدمها لنطلع من المكان لكن هاللحظات حتى تذكرت إلي موت جول وبعدها هجمت على آبي وصارق في قتال قوي بينهم حتى الاثنين صاروا مجروحين وإلي خسرت أصبعين لأن آبي قدمت لها إياهم لكن بالنهاية إلي حاولت تخنقها تحت المي وبالفعل كانت راح تقتلها حتى تذكرت بالنهاية جول وبعدها تركتها تروح لسبب غريب وبعد كل الأحداث العشوائية اللي صارت راح كل واحد منهم في طريقه ورجعت إلي على منزلها الريفة لكن وقتها ما لقت صديقتها دينا ولا تومي وهيك صارت هي لوحدها مثل ما كانت خايف أن يصير معاها هالشيء من لما كانت صغيري وبعدها تركت كل شيء وراها وراحت تتنقل بالعالم وإذا بتحب تحضر ملخصات لقصص الألعاب هذو الفيديوهين راح يساعدوك إذا حبيت تدعمني فيك تشترك بالقناة وإذا انتسبت راح أتقسمك في بداية الفيديوهات القادمة إن شاء الله والسلام